البازل في مزارع الغزالية ببغداد يفجع أهلها بدل نفعهم فللمرة الرابعة يبتلع البازل واحدا من الأهالي أبيدة ذو الأربع سنوات الضحية الجديدة سقط في البازل بموجة الأمطار الأخيرة بعد أن ضاع عليه الشارع من البازل وفق حديث ذويه فالشارع غرق جراء الأمطار وعدم وجود أي سياج للبازل أو علامة تحذيرية أربع حادثة الصير عندنا هنا من عادة اللي يقعون وطلعونهم ما يموتون والطفل كان يمي قبل نص ساعة وهاي فقد ناهي لحظات قمنا ندور عرفنا شارتنا يمي البازل جينا على البازل لقيتها أنا نطوق بالبازل شبعان مي وصعد بالمطار أنه الشارع دي يصير شارع واحد الأطفال ما دي يعرفون البازل من المي يعني من قد الطين يعني الجهال أكثريتهم بطنها من المدارس ما يروحوا للمدارس يعني لون نروح علينا لقنا نطوف بالبازل وهذه الحالة هي قبل قبل ثلاثة يام لقنا نطوف بالبازل ونقلنا المستقل وما لحق ناله الأهالي يطيقون نداءات استغاثة لرئيس الوزراء لإنقاذ حيات ما تبقى منهم قبل سقوطهم في البازل يستغيثون فالبازل أضحى أيضا بورة تلوث حسب وصفهم بعد تحويل مياه الصرف الصحي عليه من دائرة المجاري لا مسؤول يجعلنا ولا يشوفنا ولا يسأل على حالنا البزول هاي إذا مطرت الدنيا أطفالنا ما نروح ما نطلحهم ليش خاف عليهم لقعون بالبازل هذا مياه ثقيلة ما للغزالية وما للسريع وما للغيرة كل هذا الضخ علينا والله الناجده أنه يشوفوننا حلل هذا الموضوع خلي يعتبر ابن واقع بهالمجراء شنو اللي يسوون الجراء خلي يعتبر ابن مسؤول يصير يقبل يرضى بهالوضع ما يرضى قصة مساوية مغيرة يعيش أهالي مزارع الغزالية جميع فصولها منذ مدة طويلة قصة تشابه العديد من قصص المعاناة المنسية لكثير من العراقيين رغم اختلاف التفصيلات معاناة لم تجد حتى الآن من يعالجها من العاصمة بغداد بدر الركاب التغيير ترجمة نانسي قنقر